مرحبا لكم مساء الخير يسعد مساءكم جميع أعطيكم ألف عافية طلعنا لايف على الإنستغرام بانتظاركم إن شاء الله الموجود معنا مثل ما حكينا في عنا هون استعراض حالي ديمونستريشن ده كيز هي خلينا نقول بالوضع الطبيعي هي نورمال كيز اكستركشن كيز بالنسبة لنا حالي بدنا نساوي فيها في عنا بروتروجين بالأبر وبدنا نعالجها بإكستركشن جاست 14-24 نحن مالنا بطور مناقشة الحالي بحث ذاته شو ال الدياغنوستيك والتريتمينت بلان لكن نحن التريتمينت بلان تبعنا هو إكستركشن 14-24 فحولت المريض لإكستركشن ورحوا خلع السنين ورجع لعدي وباشرنا طبعا كميكانيك كما ممكن يكون أكتف أكتر فمباشرة أثناء ورحوا خلع السنين على الراوند نايتاي عملنا الليس باك وبدنا بإرجاع الأنياب لاحظوا معي منطقة الخلع الحدود السنخية بالنسبة لأنه حدود اللثة إنه هون طبيعية لاحظوا معي من المنطقة الثانية إنه هاي كانت نتيجة الخلع والنتيجة في الموضوع طبعا مثل ما لنا شايفين كان خلع رضي وصار فيه إزالة جزء من العظم السنخي في هاي المنطقة طبعا شو النتيجة اللي حتنبنى على هذا الموضوع النتيجة اللي حتنبنى إنه هون بهذا المسار ما عاد فيه عظم فشو يعني إنه ما عاد فيه عظم؟ بيتحرك السن باتجاه الفرق ما فيه مشكلة أوكي هذا نظريا ممكن إنه نحاول نفكر فيه بها الطريقة لكن بعالم طب الأسنان بعالم التقويم الأرتدانسي اللي من نعرفه كردود فعل بيولوجية إنه السن ما حيتحرك لأنه هو الحركة هي ما هي حركة السن وإنما حركة العظم بالامتصاص والتوضع فشو يعني هاد الكلام؟ هاد الكلام بيعني إنه أنا ما عاد فيه عندي عظم فما عاد تتم عندي عملية الامتصاص والتوضع البناء بناء العظم وامتصاص العظم ما عاد تتصير لأنه ما فيه عندي عظم مشان يساويلي هاي العملية ما عاد فيه عندي استيوكلاست وبالتالي اتوقفت العملية هاي أول خطوة كعملية بيولوجيا أو الرد الفعل الفيزيولوجي النسيجي عمليا فيزيولوجية الجسم تعطلت عندي هون لعملية هدم العظم وبناء العظم لحتى ينهدم عندي عظم من هون ويتحرك السن به التجاه وبعدين ينبنى عندي عظم من هون وتستمر الحركة هذا الشي صار معيق هلا لو كان جزء بسيط من العظم كان ممكن ونحن هلا إذي صار عنا تقريبا هو متل إذا السيارة بدي تمشي بشارع الشارع أوكي مغتوح فالسيارة بتمر إذا الشارع فيه جزء منه حفرة فهيصير ديئ وحتمشي يتكمل ولكن بصعوبة لكن إذا الشارع كله بالكامل صار في عندي حفرة أطعت الشارع بالكامل فبالتالي السيارة مستطيع تمر هاي أول نقطة إذا الرد الفعل الفيزيولوجي أو الرد الفعل البيولوجي تبع الجسم تعطل عنه الآلية عمل التقويم آلية حركة الأسنان ما حتصير عندي الفيزيولوجية حتتعطل التقويمية الفيزيولوجية حتتعطل طيب ثاني شغلة بالبيوميكانيك البيوميكانيك شو حيصير عندي اللي صار عندي أنه أنا السن بالنسبة لإلي إليه مركز للكتلة وبنفس الوقت مركز كتلته بيقلب لمركز مقاومة بقلب العظم نتيجة انغراسه بقلب العظم بحيث بيسحب خلينا نقول المركز المقاومة تبع السن بيسحبه باتجاه الجزر للأعلى أكتر طيب أنا نتيجة هلأ هون الفقد العظمي اللي صار عندي السن صار مغروس بالعظم لكن من اتجاه الأعلى من نسبة لها الطرف من الطرف الديستر شو بيعني هذا الكلام؟ بيعني أنه حتى المركز صار باتجاه الأعلى أكتر وبالتالي الحركة اللي أنا ممكن ساويها هلأ هون تعملي تايبينج أكتر من أنه تكون بديلي موفمنت شو يعني هذا الكلام؟ يعني أنه الحركة صارت ضعيفة وأنه القوة من هالمستوى من هالارتفاع صارت ضعيفة كمان إذن كبايوميكانيك تعطل عندي البايوميكانيك كفيزيولوجيا الجسم تعطلت عنده رد الفعل النسيجي الفيزيولوجي هلأ أنا خلينا نقول كجملة معترضة كتقاطع تجاه هذا الكلام اللي أنا عم بحكيه هلأ هون الأسنان حركة الأسنان أو خلينا نقول نحن تقويم الأسنان لازم نتخيله أنه هو ممكن نتخيله بأحد تصورين إما أنه أنا عم جر السن وعم أحرك السن بقلب العظم بحيث أنه هو مغروس بقلب العظم ومركز كتلته متناسب مع العظم المحيط فيه ومتجه باتجاه ذروة السن أكتر أو بقدر أني أتخيله بيتصور أبسط من هيك أنه أنا كأنه السن هو بالهوى وخلينا نقول هو أبداً ممغروس بالعظم وأنه كأنه هو محطوط على سطح طاولة يعني كأنه هو على سطح العظم بس مستند كمعاكسة للجاذبية لحتى يظل واقف بمكانه وأنه أنا عم أحرك السن وهو واقف مثل ما هو لكن مركز كتلة السن متجه أو خلينا نقول تحديد مركز جديد لمركز السن هو من عند أقرب ما يمكن لذروة السن يعني بما معناه أنا هلأ خليني أحكي بس بشكل بسيط أنا عم أحرك السنان بالهوى لكن بدي أعرف أنا وين النقطة المركزية تبعها هي هذا الجسم اللي أنا عم أحركه لو أنا افترض أنه هو بالوسط معناته أنا ما لي متخيل أبداً أنه هذا السن مغروس بالعظم لازم أعرف أنه هو مغروس بالعظم وبالتالي بناءًا عليه حيتغير عندي مركز الجسم هذا إذا تغير مركز الجسم وضليت عم أحركه من مركزه فصار الجسم بالنسبة لي اللي ما عاد عملياً مغروس بقلب العظم صار بالعكس صار هو جسم حر وإنما مستند على العظم إذا عاملته معاملت الجسم اللي مركزه هو نفسه في المنتصف بدون النظر للعظم اللي حواليه فهون أنا عم بتعامل مع السن كسن مغروس بقلب العظم وبدي أعود أحسب شو هي العوامل المعيقة اللي حيتعرض له هذا هو مبدأ التقويم ومبدأ البركت اللي نتعامل معها وبناء عليه نحنا بدون ما نفكر البركت بقلب منه عم تعمل مزدوجة تعاكس القوة اللي أنا عم أحركها بحيث أن القوة اللي عم أحركها عم تعمل مومنت بهذا الاتجاه فالبركت بتعملي مومنت بعكس الاتجاه وبالتالي بترفع ذراع القوة لحتى يصير من مركز الجسم المتناسب مع انغراسه بالعظم فبيصير عم يتحرك ترانستيشن موفمنت طيب هاي نحنا بلا ما نعقد الأمور هلا خلينا نرجع للحالة هلا والازجراء التدبير العلاجي اللي نحنا رح نساويه هلا بهي الحالة متل ما لنا شايفين قارنوا معي هاي الأنطرة الموجودة عندنا الرائعة السليمة مع هاي الأنطرة الموجودة عندنا المشوهة نتيجة هذا الموضوع نحنا بلشنا خلينا نقول بلشنا نجر الأسنان هاي بمنظر أكلوجل لاحظوا مقارنة بين السنين لاحظوا هون هاي الحفرة سليمة لاحظوا هون هاي الحفرة المشوهة كاملة طيب نحنا بالنسبة لإلنا المفروض الدكتور ينتبه لهي الملاحظة وقت العمل الخلع وانه رد المريض وكان فيه أذى وهذا الأذى بده يرجع على التقويم فعلى الأقل انه يعمله استطباب ويعمله بونغرافت يعمله طعم عظمي يعمله شيء يرجع يعوض له هاي المنطقة طيب اوكي الدكتور ألع له وراح طبعا نحنا بالنسبة لإلنا كإجراء أخلاقي أنا ما بجي بفضح الطبيب وإنما بيين في خطأ حصل وهذا خطأ طبيب ممكن انه يحصل بالمقابل لابد من تداركه اما انه نبعته لا يعمل بونغرافت او انه فيه ترى طريقة انه نحنا نقدر نعود هذا الشيء بإجراء بايو ميكانيكي طيب هون رح نعرف نحنا فائدة سيجمانتال ميكانيك سيجمانتال ميكانيك سيجمانتال ميكانيك سيجمانتال ميكانيك بالطرف بالطرف اليسار السن بهذا الطرف تحرك الحركة كاملة في حين انه ما تحرك إلا جزء بسيط من الحركة السن بالطرف الثاني نتيجة الموضوع انتبهنا على هالإجراء فغيرنا الآلية التي نعمل عليها وركبنا يولوب من الدهليزي من البكالي وركبنا بوتون من اللينجوال وبدأنا نشد بكالي وخلال شهرين كانت النتيجة رائعة لحظوا معي انه نحنا حربنا إعادة بناء عظمي وبدأ يروح التشوه العظمي اللي كان موجود عنا إذن هاي إحدى الفوائد طبعا هذا الشي كيف تحقق عنا الجر هاد بهالشكل بهالطريقة هاي حيحقق لي مسألة مهمة الأولى تركيز القوة اللي عم بتصير عندي غير عن الطريقة اللي منشتغل فيها بالستريت واير ثانيا اني انا اتحكم بالقوة ومحورها بشكل كامل وهذا الشي حنلاحظه نحنا لما بنعمل اللوب ونحنا قلنا انه مركز الكتلة أو مركز مقاومة السن center of resistance تبع السن ارتفع باتجاه الأعلى أكتر فأنا اللوب هون رفعت لمركز تحريك القوة تبع السن لهذا المستوى فهذا المستوى صار مناسب أكتر صار أعلى وقريب أكتر لمركز السن وبالتالي حقق لي حركة للجزر متل ما حكينا لما أنا كان صار عندي هاي الفجوة أنا هلا هون وارتفع المركز لفوق فالحركة حتصير تايبينج فعى الجزر صار عندي مقاومة الجزر صار بعيد بينما التاج لحاله هو اللي تحرك هاي المسافة اللي أنا شايفها هون وبالتالي شو اللي حتساوي اللوب اللي حتساوي انه حتفيدني بشغلتين أولا هتجر ترانسليشن لأن القوة صارت مرفوعة للأعلى وأول ما تبلش هتعدلي هتعملي أبريتنج للكنين وبعدين تتابعلي ترانسليشن هذا شيء كتير مهم ومفيد وبناء على هذا الموضوع الحركة هترجع تعملي أبوزيشن للبون من أول وجديد وحيرجع يتشكل عندي العظم لاحظوا معي الهيلنج هلأ هون المظهر السليم للعظم بعد ما كان عندي هذا الأخدود مثلا لاحظنا الأخدود اللي موجود عندي أنا هلأ هون اختفى طبعا قبل كل شيء تمام؟ هاي هون اختفى هاي الأخدود هاي الحفرة كاملة وهي هون دسات الحفرة في عندي هذا الأخدود وهون اختفى الأخدود ورجعت اللمعة لاحظوا اللمعة اللي ظهرت عندي هلأ هون انه رجع عم يتعافى العظم واللثة والنسج الداعي من البرودونتال اللي قم انت تعافت من اول وجديد وهذا الشي بيشير انه انا فيما بعد هاحصل على الحركة كاملة مثل ما انا شايفين من هالطراف نفس الشي بالأكلوجر نقاح اسمعين الحفرة العميقة والان بلش التقلب والديء هذا الاجراء بالسيجمنتل خلال شهرين بقدر انه يعوض لي كل المشكلة في حين انه انا حركة السن كاملة من هالطراف مشيت ومن هالطراف ما مشي الا جزء بسيط في حين انه هلأ خلال شهرين مشي المسافة اللي انا بدي اياها مشي نص المسافة اللي بدي اياها وعد تشكيل العظم بحيس انه خلال شهرين تانين هنكون منتهيين باذن الله تعالى وتكون الحركة كاملة باذن الله طبعا ليه شدت انا هلأ من الطرفين شديت من الطرفين مشي يكون الشد متوازي على العظم عم بيصير من هالطراف على العظم ومن هالطراف لحتى يرجع يبني العظم من الطرفين لو شديت بس من هالطراف وانا في عندي فقد عظمي فبالتالي حيتحرك من هالمنطقة فحيكون في عندي فجوة عظمية من هالمنطقة وبالتالي السن حيتخلخل لكن انا بشده من الطرفين فيصير في عندي بناء عظمي من هون ومن هون يعني مثل حد السيف خلينا نقول العظم عندي هون الكتلة السنخية بتشابه مبدأ التراجع العظمي أو الامتصاص العظمي ومن ضل على عظم سنخي بشكل حد السيف هذا لسه أسوأ منه لأنه رضي مثل ما لنا شايفين فبناء على هالموضوع البيوميكانيك هون مهم أكتر من هديك الحالة اللي كنا عم نحكي عنا وهونيك منتعامل معها خلينا نقول بشد طبيعي لكن هون اليولوب كمان مهمة جدا لأنه عم تتناغم وتتمادى مع مين مثل ما حكينا مع السنتر أوف رزيستنس تبع السن الجديد اللي صار عندي بناء على الفقد العظمي الحاصل فمثل ما شايفين هاي الحالة هاي بتبين لي بتبين لي شو الإجراء والتدبير اللي أنا ممكن نساويه اللي بيفيدني لأني يعالج الحالة بدون ما نحصل على نساوي بومكرافت وبدون ما نعقد الحالة من ناحية ومن ناحية تانية بنفس الوقت البيوميكانيك بالنسبة لي والاستجابة النسيجية الفيزيولوجية كيف ممكن تحصل عندي بمثل هيك حالة فهي بتبين لي الفوائد السيجمينتال التكنيك السيجمينتال لحتى أنا أقدر حقق البيوميكانيك اللي أنا بديها الله يعطيكم ألف عافية وسعد مساكن جبيا إن شاء الله تكون عجبتكم الحالة وتصبحوا على خير ومنلتقى بحالة جديدة بإذن الله ومواضيع جديدة إن شاء الله